السلام عليكم ازايوك فيديو جديد واخبار جديدة عن حرب جزة اللي بتدور بين مقاومة فلسطينية واسرائيلية هي الاخبار اللي معانة النهاردة هي من الاعلام الاسرائيلي اللي ابتدى يوجه اصابع الاتهام لمصر يعني يبتدوا يقولوا ايه في الاول احنا كنا بنواجه مقاومة فلسطينية مع عاملوتوف ومع احجارة دلوقتي بنواجه عماس اللي معها سواريخ السواريخ دي جايت من اين شوين عند مصر وهي اسم مصر ابتدى يتذكر كتير في الاعلام الصهيوني بالذات اخر 48 ساعة واخد بالك ان ده تحول اعلامي مع سوق العلاقات المصرية الاسرائيلية وان رئيس المصر عفل التحسيسية بيتكلمش من تانيها اصلا العلاقات بينهم مقطوعة خالص والوزراء المصريين بيكلموش الوزراء الصهاينة فالعلاقات سيئة فلما انت تشن حملات اعلامية على الدولة المصرية اكيد فيه كلام كتير قوي هم قصدينه عاو استعرف المقصدين ايه هاقول لك عشان اقول لك لازم احكي لك القص ام اقول برافرمان اقيلت من منصبها كوكيلة الداخلية وهو امر كان متوقعا يعني كل الانظار كانت تتجه الى ريشي سوناك رئيس المزراء البريطاني بعد المواقع الحادة التي اتخذتها برافرمان خلال الفترة الماضية قبل اكشف الموضوع قبل اكشفلك التفاصيل خليني اقول لك ان احنا معنا راعي قوي جدا محترم جدا وهو برنامج سماك حقيقة برنامج سماك ده موجود في ابرز المحلات والشركات والمصانع اللي موجودة في مصر وفي الوطن العربي كلهم كلهم بيستخدموا نفس البرنامج ده لان هو برنامج من داخل ومعقد بس قدامك بيبقى سهل جدا وبيعرض لك كل التقارير اللي انت محتاجها فيما يخص مشروعك او محلك او مصنعك ده موجود في المشاريع ومحلات تجارية بمختلف قوائم وموجود في المصانع ومطاعم ومشروبات بص بيطلع لك كل التقارير اللي انت محتاجها لكل الكوائم المحاسبة والاصول وممكن يطلع لك المخزون ويعرض لك كل المخزونات اللي عندك في تقرير واحد وممكن يعرض لك المبيعات بتاعتك طوال السنة والمشتريات كمان وحتى نقاط البيع بصة جماعة برنامج سماك ده من افضل البرامج الحسابية اللي ماينفعش تعمل مشروعك من جرها افضل حاجة فيه ان عندهم دعم فني واستشاري طوال الـ 24 ساعة لمدة سبعتية مع فريق عمل متخصص عنده خبرة وكفاءة عالية جدا ممكن كمان يدوك دورة تدريبية لو انت عاوز تعرف اكتر عن برنامج ماك قبل ما تطبقه في المحل بتاعك او مشروعك او مصنعك افضل حاجة فيه ان هو مربوط مع منظومة الفاتورة الالكترونية والايصال الالكتروني عشان تجرب البرنامج ده بشكل مجاني هسيب الحلقة اللي ربط داهم اسفل الفيديو لو حابب تتواصل معهم وتنزل البرنامج عندك وتشوفه بشكل اضاق نخش في الموضوع على طول نخش في الموضوع على طول ايه جديد اللي معنا النهاردة ممكن يكون مختلف بالنسبة لحضرتك واول مرة هتسمعه فيه ما يخص حرب جزة اللي بتدور بين مقامة فلسطينية واسرائيل هي انا هبتدي من حبة اخبار ممكن ما تكونش بتهمي ناس كتير بس هي اخبار هامة للغاية ايه اول خبر اول خبر ان كان فيه مظاهرة ضخمة جدا في انجلترا المظاهرة دي على حسب جريدة الديلي مال البريطانية نزل فيها تمنمائة الف واحد تخيط تمنمائة الف متظاهر في لندن في العاصمة في انجلترا وحية ان المظاهرة دي البريطانيين مش معتادين عليها ما يبقاش فيه مظاهرة ضخمة كده والاخطر ان المظاهرة دي لازم تعرف ان الاسبوع الجاي لو استمرت الحرب شغالة هتبقى المظاهرة دي ممكن تصل لمليون بنائات لان المظاهرات في اوروبا عمالة تتزايد عددها بشكل جديد انا واقف قدام ايه بقى انا واقف قدام ان المظاهرة دي طلعت برغم تحديدات وزيرة الداخلية البريطانية اسمها سوالا بريفرمان سوالا بريفرمان كانت قالت ان الشرطة متتعاملش كويس مع المتظاهرين الشرطة متساهلة في لندن مع المتظاهرين اللي هم اصلا نازلين في مسيلة قراهية وصفت المتظاهرين اللي بينزلوا تأييدا في فلسطين قالت ان هم نازلين في مسيلة قراهية ليه؟ قالت علاقص المتظاهرين دول نازلين في يوم الهدنة العالمي اللي كان يوم مهم جدا في الحرب العالمية التانية وبيوافق كمان نهاية الحرب العالمية الاولى فازاي الناس دي تنزل تتظاهر في يوم زي ده نرى الآن أن تنزالين من الناس يأخذون إلى المتظاهرين بعد المساكرة من الناس الناس ومع المتظاهرين من حيات الناس من المتظاهرين من الهولوكاوست يشعرون لإسرائيل من المتظاهرين لأيي مني هناك فقط طريقة لتتصرف هذه المتظاهرين ويهي متظاهرين والست كانت منزلة مقالة بتاعتها في جريتن تايمز البريطانية وبرغم ان الحكومة البريطانية حاول التعدل عن مقالة دي بس سويلة بريفلمان وزيرة الداخلية البريطانية رفضت فأنا عاوزك تبص على أن المتظاهرين في البريطانيا نزلوا بعدات ضخمة كسروا بيها توجيهات وزيرة الداخلية البريطانية خب بالك بس في حد دي ليه؟ لأن النهاردة الحكومة البريطانية طردت أو أقالت وزيرة الداخلية البريطانية وعلى فكرة الكلام ده نزل في CNBC News بس قبليها كان نزل في تغريدة من الست نفسها سويلة بريفلمان قلت لك أنا بقيت فخورة إن أنا بقيت شغالة وزيرة من المنزل أو سكرتيرا من المنزل ما معناها يعني إن هي إيه؟ تمت أقالتها وهي خلي بالك إن ريشي سوناك رئيس الحكومة البريطانية ما مشاش سويلة بريفلمان بس لا ده مشه وزير الخارجية كمان جاب ما كانوا جيمس كاميرون ووزير الحكومة البريطانية صادقة ريشي سوناك عمل حركة تغييرات بس سويلة بريفلمان دي أقالتها مهمة جداً لأن الست دي كانت مع اسرائيل قالباً وقالباً والست دي كانت تصريحاتها أصلاً جير مفهومة يعني بتحمل قراهية لناس كتير قوي يعني مسلمين على مهاجرين على ناس كتير قوي بتكره ناس كتير فكون إن ريشي سوناك ياخد قرار شجاع بإقالة وزيرة للداخلية وعلى فكرة الراجل ده آآ ريشي سوناك كان بيعتمد على وزيرة الداخلية بريطانية جامد جداً فكون هو يقول لها دي خطوة شجاعة جداً الوصف ده آآ نواف البرلمان البريطاني وصفوا إن الخطوة شجاعة إن هو يقرر ده خبر خبر تاني شابس تعرف إن أوروبا رجليها غارزة في حرب غزة دي إيه اللي بيحصل؟ من كم يوم طلع آآ امانوال مكران الرئيس الفرنسي وأنا قشت بيه يعني قلت أول مرة الراجل ده يقول حاجة عايت لها طلع قال إيه؟ طلع في البي بي سي وقال أنا مش شايف مبرر النساء والأطفال اللي بيوموته ده قتلوه ما ينفعش يحصل وده ما فيوش أي نوع من أنواع التبرير العسكري إن الناس دي تقتل نساء وأطفال وطلع قال أنا مش شايف شرعية قد برجسك كلمة شرعية دي أنا مش شايف شرعية لحرب زي دي أو قصف النساء وأطفال وأدعو الوقف إطلاق مرضي دي فاكتو دي فاكتو دي سيوليانس آآ باومد دي فاكتو دي سيوليانس آآ باومد دي سيوليانس آآ باومد لا يوجد حقا لذلك وليس لذلك نحن نتجد إسرالي أن توقف أنا ليس هنا أنا ليس أدواء أنا أمام الأمام فاكتو فاكتو الحقيقة لما إيمانوال مكراه طلع قال كده لازم تعرف إن ده أول رئيس أوروبي ينتقد إسرائيل ده أول رئيس في أوروبا يطلع يشتم إسرائيل أو ياخد موقف شباعة تجاه إسرائيل والدليل على كده إن الصهاينة خافوا من تصريحات إيمانوال مكراه إن آآ نتنياهو طلع آآ انتقدوا بشكل كبير ورد عليه وزير الدفاع السابق بني جانس طلع انتقدوا الإعلام السهيني كله طلع غسل إيمانوال مكراه حلو كده؟ ماشي؟ بس ده موقف مشرف موقف قوي بس ظهر كده إيمانوال مكراه طلع أضعف بكتير ما إحنا متخيلين لأن إيمانوال مكراه من عدة ساعات كلم رئيس إسرائيل لإسمه وقال له على فكرة أنا ما قلتش إن إسرائيل لها ده عطية حاجة أنا لم أشر لإسرائيل بأي نوع من أنواع الإدانة أو الإشارة وأنا بجيبش سيدة إسرائيل خاص؟ وقال أنا بحملش إسرائيل أي نوع من أنواع المسئولية في قط النساء والأطفال أنا بتكلم على حرب هو يا فندم أدام إنت هبتتكلمش على إسرائيل تتكلم على مين؟ ما إسرائيل إلا بتقتل النساء والأطفال؟ إنت هتهرج معنا؟ طيب لو إنت فاكر إن ده تحليلي إن إيمانوال مكراه بيهرج معنا يعني ويطلع بتصريح ويرجع فيه النهاردة جديدة اسمها لوفي جراءة طلعت قالت إن اللي بيعمله إيمانوال مكراه ده خلى فيه انكلاب عليه من دول شمال أفريقيا بالذات العرب هم محدوش مين؟ البعثات الدبلوماسية اللي اعترضت وإدان التصريحات إيمانوال مكراه في حق إسرائيل لما قال إن هم بيحملش إسرائيل أي نوع من أنواع المسئولية في قطل النساء والأطفال فعاوز أقول له حضرتك إن لو في جراءة بتشير لغضب كبير جدا من الدول والبعثات الدبلوماسية طلعت وصارت في الجاة الفرنسية بتحاول بقى إيه تلم الموضوع لإن الموضوع بقى كبير عليها وضخم يعني طلعت حاول تلم الليلة ويطلق على فكرة نادعوه الوقف إطلاق نار فاولي يعني بيحاولوا الليلة أنا رأيي في الليلة دي معلش سكنت تمشي مع رأيي يعني لو الرئيس الفرنسي مش قوي كفاية إن هو يتحمل مسئولية التصريحات وما كانش قالها من الأول وماعتقدش الراجل ده صغير في السن أدام أنت مش قد إسرائيل ما تتكلمش كتير وأنا حقول لك أنا ليه جايب الخبر ده هتعرف قدال ماشي؟ إنما أنت أدام أنت مش قد إسرائيل تتكلمش كتير هاشي؟ وإنت عارف أنت يتضغط عليك من مين؟ من الأمريكان؟ من الأمريكان ضغطوا عليك بمناسبة الأمريكان فيه نقطة برضو مهمة جداً النهاردة طلعت جريدة اسمها أكسيس الأمريكية جريدة أكسيس أو موقع أكسيس هو موقع استخباراتي يعني استخباراتي يعني موقع ده بيجيب لكش أخبار اللي انت مثلا تشوفها في نيويورك تايمس و واشنطن بوست لا الموقع ده بيتعمد إن هو يجيب لك أخبار أو تسريبات من داخل السياسة الأمريكية أو من عنده صنع قرار ياخد منه متصريحات كده ويشوف اللي بيجي أحسن موقع أكسيس تلعي لك إيه قالك ده فيه وثيقة تم التوقيع عليها من مئة موظف في وزارة الخارجية الأمريكية بعتوها لجو بايدن قال له انت كذاب تاني مئة موظف في وزارة الخارجية الأمريكية بعتوا لجو بايدن قال له انت كذاب على فكرة الخبر ده في منطقة خطورة أنا جبت لحضرتك إن مسؤول في وزارة الخارجية قبل كده كان استقال والراجل ده منصبه مهم جدا ده مسؤول عن إرسال أسلحة للدول الحليفة الأمريكية في وزارة الخارجية الأمريكية ده استقال أول حرب جزمة اشتغل وبعدي جات برضو واحدة في وزارة الخارجية الأمريكية استقالت ماشي دلوقتي ميت موظف وقعوا على وثيقة بيقول الجو بايدن انت كذاب طيب بيقول له انت كذاب في إيه بيقول انت كذاب لما انت جيت قلت إن أعداد الشهداء الفلسطينين مش صحيح وإن هو شايف إن أعداد الشهداء الفلسطينين دي ممكن يكون مشكوك في أمرها وإن احنا ما نصدقش اللي بتقوله غزة أو السلطة الفلسطينية بخصوص أعداد الشهداء لا هو شايف إن الرقم كان مبالغ فيه شوية طلعت كدبته لأم المتحدة وطلع الهلال الأحمر والصليب الأحمر كلهم قالوا إن العدد الشهداء اللي بيقولوه الفلسطينين هو حقيقي ده مش بس كده ده طلعت نائبة وزير الخارجية الأمريكي في جلسة استماعه قدام الكونجرس وقالت على فكرة أعداد الضحايا والشهداء أكتر بكتير جدا ما هي مسجلة عند الفلسطينين وإن محدش هيعرف عائد الشهداء غير لما الحرب توقف فالنهاردة مئة موظف وزارة الخارجية قالوا جوبا انت كداب انت بتجذب مش بس كده قالوا يجب ان احنا نعدل موقفنا تجاه اسرائيل ودعم اسرائيل ويجب ان احنا نحمل مسؤولية الحرب دي لإسرائيل وحماس خد بالك بس في الكلام قالك نحمل مسؤولية الحرب لإسرائيل وحماس واجبوش سريت حماس بس قالك اسرائيل طيب اللي بيحصل ده حاجة مهمة طبعا مهمة على حسب نفسه بيزبط لك ان في انكسام كبير جدا في وزارة الخارجية الأمريكية وان الكلام ده خطير جدا واخد بالك ان الحرب دي كله مطول الانكسام داخل آآ الإدارة الأمريكية عايزيت عايزيت جامل ليه؟ لان تصريحات جو بايدن ما بيخدش مواقفة خالص تجاه اسرائيل ما بيحملش اي حاجة تجاه الصحيحة ولا كانوا شايف الحرب دي تصريحات نعمة جدا يا جماعة تصريحات ضعيفة جدا من رئيس الأمريكي آخر تصريح دلوقتي اسرائيل يعني تقريبا كده قضت على مستشفى الشيفة قلت حدرك مستشفى الشيفة دي دي اكبر مستشفيات جلسة المكادش اكبرهم المستشفى دي فيها سبعمائة سرير وبتشيل عدد ضخمة جدا من المرضى مشي مش هنا بمشكلة بمشكلة الناس اللي بتحتمي بالمستشفى بتاعت الشيفة دي لان هما ناس كتير قوي في شمال جزة ملحقتش تطلع من شمال جزة قبل الحرب ما تبتدي فراحوا عسكاره عند المستشفى راحوا بنوا خيم وبتاع فعدد الناس اللي عند مستشفى الشيفة يقدر بخمسين الف من تلاتين الف لخمسين الف ده اللي قالته بوصي جونال ده مشكلة من تلاتين الف لخمسين الف داخل او عند المستشفى بتاعت الشيفة دي دلوقتي اسرائيل بتحاول تحاصل مستشفى الشيفة صحيح بتاعتكها خسار كبيرة جدا بس هي عاوست تحاصل مستشفى الشيفة وتحاول بنها تقتحل مستشفى الشيفة عسكرية جو بايدن تلعقل ايه خب بالك دي مكزرة هلي بالك اسرائيل منعت المية والوقود عن مستشفى الشيفة لدرجة انها ما بقيتش مستشفى يعني دي مستشفى ما فيهاش لمية ولا قود يعني ما يعرفوش يعملوه فيها عملية ما يعرفوش يعالجو فيها مرضى ولا اي حاجة دي بقيت مقبرة وفيه جزس عند مستشفى الشيفة مش عارفين اصلا يدفلوها من كتر القصف الاسرائيلي اللي عليها فطلع جو بايدن يقولك ايه يقولك اقمل واتوقع ان ما يحصلش اي اقتحام لمستشفى الشيفة ثانية واحدة ده رئيس امريكا بيعلق على مستشفى بيتم قصفها وبيتم اقتحامها حاليا او اسرائيل عاصل اقتحامها فرئيس امريكا لو بيدفع القانون حول الانسان بيقولك اقمل ان ما يحصلش اقتحام لمستشفى الشيفة هو راجب بيعتمنى ان ما لا طلع ادام ولا طلع الاسرائيل دي مجرمة ولا طلع قال ان الجيش الصهيوني ده مجرم ويبرتكب مجازر ولا اي حاجة ولا اي حاجة بقالك اقمل مش بس كده جيك سولوف المستشار الامن القامي الامريكي طلع وقال اه يعني يجب ان احنا ما نشوفش عمليات كتال داخل المستشفى عشان المرضى طب وحرك عمليات الكتال اللي خارج المستشفى بتعمله في ايه؟ لما تيجي تبص على منظر التصريحات الامريكان اللي هي انا اعتبرها فضيحة ان امريكا مش عارفة تطلع بتصريح جيد او تصريح يدين اسرائيل او اي حاجة الناس بترتكب مجزرة داخل المستشفى ويطلع ويقولك نأمل انا عاوزك تبص على الجرأة الصهيونية بقى ايه هي؟ اسرائيل دلوقتي قالتلك ايه؟ قالتلك مفيش واقف اطلاق نار معين جو بايدل قالك ناس على الوقف اطلاق نار او بوز او حاجات دي كلها قالك مفيش واقف اطلاق نار طلع من شوية وزير المالية الصهيوني يعني وزير المالية على فكرة الرجل ده من اكتر الناس المضطرفة داخل حكومة اسرائيلية طلع قال امريكا عاوزة منظمة سلطة فلسطينية تمسك قطاع غزة بعد ما نقضي على حماس صح؟ مش هينفع السلطة فلسطينية دي لايه بتاعة محمود عباسة وماز انت ما ينفعش يحكم غزة بعد ما نقضي على حماس لان السلطة فلسطينية مؤيدة على حماس ودول ناس تقريبا ما ينفعش ان هم ما يمسكوا هيزودوا قراهية الفلسطينين لينا ماشي؟ وممكن يربوا فلسطينين يقتلونا في الاخر فالراجل رفض الخطة الامريكية في العلن وخد بالك بس من التصريحات نتانياهو طالع قال لك هنحتل قطاع غزة بعد ما امريكا قالت ما نحتلش قطاع غزة قال لك هنحتل قطاع غزة وجو بايدن ايه يطلع يقولك احنا محتاجين تبريرات للتصريحات بتاعة نتانياهو بس الراجل كان صريح كدا قال لك هنحتل قطاع غزة فاللي بيحصل ده حاليا ان اسرائيل يعني وغد منتهى العنف في حربها وامريكا ضعيفة جدا في التحكم فيها او امريكا راضية عن اللي بتعمله اسرائيل ما هو حكتين يا امريكا ضعيفة مش عارف توقف اسرائيل يا امريكا راضية جدا على بتعمله اسرائيل ليه بقى لان المنظر اللي جاي هو الاخطر لما انت امريكا يا ام راضية او ضعيفة بص على الحركة اللي جاية دي دلوقتي اسرائيل الاعلام السهيوني عمالي يتكلم على حكتين اول حاجة بنو عاوز يهجر اهالي غزة ازايك طلع داني دانن دانن دا كان سفير اسرائيل سابقا في الام المتحدة وده راجل مهم جدا في حزب اللي كود واحد تاني عضو في الكنيسة السهيوني او مجلس النواب السهيوني اسمه بن برق اللي اتنين طلعوا كتبوا مقالة في صحيفة والسريت جونال قالوا فيها ايه قالوا يجب على دول العالم بقى نتحمى سوريتها يحملوا ايه يعني ياخدوا فلسطينية عندوهم ازاي عام؟ قالك انت مش جيت بصيت حرب اه بتاعت كوسوفو دي الدول الاوربية اه تلقت لاجئين قد ده مش جيت بصيت اه الحرب بتاعت سوريا لوحدها الحرب اللي حصلت في سوريا الحرب الاهلية في سوريا زي ما هما بيقولوا اه شفت المانيا خدت مليون ومتين الف لاجئ لوحدها المانيا لوحدها خدت مليون ومتين الف لاجئ وهم بيقولوا كده يعني وحرب البوسنة والهارساج والكلام ده كله فين بقى الدول الاوروبية؟ يجب ان دول الاوروبية ودول العالم يتحملوا مسؤوليتهم ولو احنا وزعنا شو بقى ديه لو احنا وزعنا عشر تلاف على كل دولة هنخف الضغط شوية عن مدنيين لان اللي حماس بتعمله في مدنيين ده خطير جدا حماس بتقتل المدنيين ليه؟ لان حماس موجودة في غزة فعشان حماس موجودة في غزة هي اللي بتقتل المدنيين مش هما يعني اللي بقتلوه فده اول حاجة عاوزين يهجروا اهليكاس خد بالك الكلام كله عند دول اوروبية عشان دول اوروبية تقولك لأ روح عند مصر او شوفلك بديل عند مصر فيبتدي الضغط على مصر للتقبل اللاجئين فده اول حاجة دلوقتي بيسوقوا لاستقبال اللاجئين اه خارج جزة ماشي؟ يهجروا اهلي جزة حاجة تانية لازم تعرف ان الاعلام النهاردة الصهيوني عن طريق موقع عبري اسمه بحذير حرديم بحذير حرديم ده موقع تابع المتطرفين الصهاينة طلع يقولك ايه طلع يقولك على فكرة في عشرين شاحنة دخلت من قطاع جزة ما تفتشتش من جانب مصري ما تفتشتش عاشي؟ والحاجات دي ممكن يكون فيها اسلحة ده اول حاجة تانية حاجة الموقع ده ابتدى بمناسبة العشرين شاحنة يعني طلع يقولك ايه بقى طلع يقولك على فكرة مصر هي السبب اللي احنا فيه ده المصريين هم اللي بيهربوا الاسلحة لحماس قديك شايف ازاي حماسي بي عندها سواريخ كورنات اللي هي السواريخ المضادة للدبابات الموجهة بدقة ازاي حماسي بي عندها سواريخ واسلحة بالكم ده اللي وراء الكلام ده كله هم مصريين وياجب التركيز على مصريين مش بس كده طلع موقع اسمه i24 i24 موقع زهيوني برضو طلع يغطي ويقول على فكرة احنا لقينا وثائق لخطة حماس كانت هتبقى عاملة ازاي؟ الحقيقة الوثائق اللي هم لقوها دول مفروض لقوها مع مجاهدين من حماس لقو الوثيقة بتقول ايه؟ بتقول ان كان في خطة مكونة من ثلاث مراحل اول مرحلة ان مقاتلي حماس يخشوا يقتحموا بعض المستوطنات وبعض المواقع العسكرية على حدود او على شريط كتاع غاز اخطر خطة هي كانت السيطرة على موقع قرب الحدود المصرية اسمه بني ناسريم دي مستوطنة وقاعدة عسكرية والمفروض ان الموقع ده يبعد عن حدود المصرية 800 متر فقط يعني ده قريب جدا وهي ان مجاهدي حماس المفروض او مقاتلي حماس المفروض كانوا حيروحوا يسيطروا عن موقع ده ويفضلوا فيه المفروض كانوا حيقوموا اا التحركات الاسرائيلية بتاعت الجيش الاسرائيلي وبعد كده يهربوا المصر ده اللي مكتوب في الخطة تالت مرحلة الهروب لمصر فالموقع بيقولك ان المقاتلين دوله هما طالعين عن موقع عشان يستولوا عليه كان فيه عدد من الاليات والدبابات تصدت ليهم واتلتهم ولما اكتشفوا الوثائج دي لقوا ان كلمة مصر مذكورة ان هي اهم مرحلة الهروب لمصر معنى كده ان مصر مسؤولة على اللي بيحصل ده ومعنى كده ان مصر هي الملازل امن لمجاهدي حماس لان دول لما كانوا هيربوا المصر كان هرجعوا غزة تانية عن طريق الانفاق فالكلام كله طالع ان مصر هي مرحلة التالية الكلام كله طالع اصابع الاتهام تشير لمصر وبالمنازمة كان فيه كاتب سهيوني كتب مقالة فيه جريدة اراتس السهيونية بتلع قالك للقضاء على حماس يجب تدمير غزة كلها وهو ده المعنى الاصلي للقضاء على حماس نحنا ندمر غزة قبل ما انت ندمر غزة معناها ايه؟ يعني ندمر غزة انت راح له فلسطينية وانا بس بشرح لك هم الاول بيجيبوا سيلة الدول الاوروبية عشان يضغطوا عليهم عشان الدول الاوروبية ترجع تقول لهم لا روحوا لمصر وخلينا نشتغل على مصر هي دي الخطة ماشي؟ شوف الدنيا تمشي ازاي؟ يا رب اكونش راح تحضراتك المضاء بشكل مبسط ويا رب بنصر لمصر رب بنصر العرب احيا مصر سلامة اشتركوا في القناة 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 اشتركوا في القناة